في إطار الانقلابات الافريقية قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في القابون وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي دع الأطراف كافة إلى ضبط النفس مؤكدا أن الحلول في القابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية مثل ما تفش في العقد الثاني من الألفية الثانية ما يسمى بالربيع العربي في أكبر البلدان العربية يسري في جسد القارة السمراء شيء يشبه ذلك إلى حد بعيد حزام من الانقلابات والانفلات الأمني يلتف حول خاصرة القارة بوركينا فاسو ومالي وغينيا ثم النيجر وصولا إلى القابون والكونغو الديمقراطية حاليا وما خفي ربما يكون أعظم الأمم المتحدة بدورها تحاول تقديم وصفة للعلاج لكن ليس من المعروف ما إذا كانت ستنجح في إطفاء الشرارة أم لا وذلك تزامنا مع تداعي سيطرة النفوذ الغربي على الدول الإفريقية وبداية عهد التحالف الروسي الإفريقي المبني على أسس اقتصادية وأمنية ويرى أنطونيو جوتيرش أن العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات عميقة في الحكم لكنه في ذات الوقت لا يرى أن الحل عبر الحكومات العسكرية داعيا كل البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية ودولة قانون وفي الجابون البلد الإفريقي النفطي من المنتظر تنصيب الجنرال بريس أولغي نيجيما رئيسا انتقاليا لفترة غير محددة بدلا من الرئيس علي بونغو أوديمبا الذي أطاح به الانقلاب فيما حضت المعارضة الانقلابيين على الاعتراف بفوز مرشحها نيجيما في الانتخابات الرئاسية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي سارع بدوره للإعلان عن عقوباته حيث قرر تعليق عضوية الجابون إثر الانقلاب منددا باستيلاء العسكريين على الحكم أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد قتل أكثر من أربعين شخصا وأصيب قرابة ستين خلال تصد الجيش لمظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة شرق البلاد إثر انتشار لقطات لهجوم على شرطي على وسائل التواصل الاجتماعي تطورات متلاحقة تشي بعهد إفريقي جديد ينتفض على ما تبقى من وجود أوروبي فقارة تفيد بالكنوز التفتت إلى نفسها واستفاقت رفضا لعهد الفقر والجوع وقسوة الهجرة واللجوء الانقلابات العسكرية في إفريقيا بين عوامل الصحوة وخلع الاستعمار أو الانحدار في مستنقع الحروب الأهلية وصراع السلطة كل هذا وأكثر من أسئلة نحاول الإجابة عليها مع ضيفنا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات الأستاذ صلاح خليل أهلا بك أستاذ صلاح يعني نبدأ من ما يحدث في القارة سمراء هل هو انتفاضة يعني على بواقع الوجود الفرنسي أم هي صحوة إفريقية بلا شكة أولا التقرير الذي أفرد بأن هناك رضي إفريقي كما حدث أو ما شبه الذي حدث في كثير من الدول العربية نعم في ظرف أقل من شهرين فشلت المقابرات الفرنسية في كشف طلاطي انقلاب الجابون وهو جلال رضا بأن هناك فحوة لنقبة سياسية جديدة في المقابل يبدو واضحا أن الإدارة الأمريكية لديها أو جهاز المقابرات للمقابرات الأمريكية لديها تلاطم بهذه الانقلابات ويعمل من خلالها الديمقراطيين من تقديم جو بايدل لفترة رأسة ثانية خاصة بأن الحراق الذي يحدث من الأجهزة الإدارة الأمريكية في خرب إفريقيا سوى كانت الذي ارتبط بالزيارة مساعدة وزيرا القارجية للسؤول من الأفريقية أو أيضا إلى الوفود التي قامت بزيارات أديدة لدول خرب إفريقيا في نفس الزمن الذي تزامن فيه انقلاب الجابون جانب آخر أيضا يتعلق بأن الـ CIA لديها أظمى فيما يحدث في النيجر وفي الجابون وأيضا ربما يستمر الانقلابات في تشميل دول أخرى مثل شاهل العاش وأيضا ربما قينيا موطنة أستاذ صلاح فقط أعتذر على المقاطعة أنت تربط بما يحدث اليوم في إفريقيا بشكل عام من انقلابات عسكرية تحدث على السلطة بالـ CIA الأمريكي وكالة الاستخبارات الأمريكية لكن هناك أيضا من يربط ما يحدث بنفوذ روسي جديد في المنطقة لا أعتقد أن نفوذ الروسي بهذا المستوى الذي يحدث تحدث انقلابات في فترة وجيدة نعم هناك وجود روسي في العديد من الدول الإفريقية في الجابون وأيضا في مالي وأيضا في النيجر وفي بوراكينة فاسو وحتى في غانا ولكن في الوقت تشير بأن في حراغاتنا وراغة أمريكي دقني جدا في الوقت الذي تنادي فيه فرنسا بأودة الرئيس محمد بازر من السلطة في النيجر نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتأيين السفيرة الجديدة جاستين بوتس إلى النيجر وتصل وتلتقي بالعديد من القوى السياسية إذن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل مصلحتها حتى إذا كانت مصلحتها مبنية على حلفاء العربين وأنت تعلم جيدا بأنك كيف استطاعت الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية المشروع الروسي الصيني وأيضا حتى لو كان ذلك على حساب حلفان أوروبيين نعم روسيا ورسطين متواجدين بكثرة والولايات المتحدة تتقوم تسأل سؤالا مباشرا لماذا الصين والولايات المتحدة الأمريكية تستبيت من الثروات والاقتصاد الإفريقي الدخم ونحن على مقربة من السواحل الإفريقية هذه الأسئلة ربما هي دفع الوكالة الاستقبارات الأمريكية أن تكون حاضرا وأن تكون متواجدة وهي لا تفكر في أودة مثلا على سبيل المثال عندما تسأل فرنسي الأودة الرئيسة الذي تم الإنقراب إليه محمد بازلس يجب تسأل الولايات المتحدة إلى إطلاق سراعي وهو هنا دلالة وإشارة وعدها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور كبير فيما يحدث بقربة إطلاقية من الكلام شكرا إذن الباحث في مركز الأهرام للدراسات الأستاذ صلاح خليل شكرا جزيلا لك